الأدب والأدباء غالباً ما يحظون بدور بارز في معظم ثورات أممهم في العصور السالفة والمعاصرة أو في التمهيد لها حتى لمع الشعراء والخطباء والكتاب ممن كان لهم قصاب السبق في تأجيج الثورات الثورات العربية بدأت من بلاد الشاعر أبو القاسم الشبي فبعد أن أجج شعلة الثورة هناك البوعزيزي خرجت الجماهير التونسية تصدح بقصيدة الشاب إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ليمتد أثرها إلى الجماهير المصرية بهتافة الشعب يريد إسقاط النظام وهكذا أشعلت تلك الجذوة مشاعر الشعوب في اليمن والجزائر والعراق والسودان وليبيا وسوريا ورغم أن الأدب الثوري العربي قد لا يشير إلى شخصية بعينها وقفت خلف الثورات التي اندلعت في الدول العربية والتي أطلق عليها الربيع العربي لكن ذلك لا ينفي الأدوار التي لعبتها نماذج أدبية كثيرة في تعبئة الشعوب وتجهيزها فكرياً نحو الثورة بوجه الواقع المرير طيلة عقود مضت من خلال تذكيرهم وتوعيتهم بمفاهيم الحرية والكرامة وزرع بذور الرغبة في كسر القيد بل والتضحية بالنفس من أجل ذلك الكتاب والأدباء تنوعوا عقب انطلاق الثورات المعاصرة بين محرض على خلق حالة ثورية قادرة على مواجهة الاستبداد وبين من عاشوا حالة يأس وقنوط وفريق آخر رفضت تغيير بعد أن ألف حياة نمطية لعقود مضت وعلى مر تاريخ الإنسانية فإن لكل ثورة كتابها وأدباءها الذين يرفدونها بشتى الوسائل المتاحة ليصنعوا إرثاً لا تطاله أياد التقادم ولأن رسالة الأدب في المحصلة تتجاوز الحيز الجغرافي الذي يولد فيه ليعانق هموم الإنسانية بشكل عام متجاوزاً حدود اللغة والمكان والثقافة بما يشكله من تعبير عن المشترك الإنساني في قوالب إبداعية تبحث عن الخلود